لكن النبي صلى الله عليه وسلم عاد ووصل النبي إلى مشارف مكة وجلس يفكر لا يمكن أن يدخل مكة في حماية بني هاشم فقد رفع عنه أبو لهب الحماية ولا ريب أن أبا جهل وأن أصحابه ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ليفعلوا به الأفعيل وقد كان الأمر كذلك فعلا كان أبو جهل والملأ من قريش مجتمعين ومنتظرين لحظة وصول النبي صلى الله عليه وسلم وثقيفة لغيتهم وعتبة وشيبة رجع إلى مكة وبالتأكيد تكلمهم كمان والخبر انتشر وقريش كلها على أهبة الاستعداد متى يصل محمد حتى ينالوا منه فكر النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى عدد من سادات قريش الذين كان النبي يتوسم فيهم الحكمة والعقل والأخلاق الكريمة أرسل إلى سهيل بن عمر وآخرين فاعتذروا عن إجارته لأنهم يعلمون أن إجارة النبي صلى الله عليه وسلم الآن تعني الدخول في حرب مع كل قبائل القريش حتى بعث النبي إلى الثالث أو الرابع وهو المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف أبوه أو جده نوفل عم عبد المطلب ومن ثم هناك قرابة وثيقة جدا بين بني نوفل وبين بني هاشم وإذا كان الآن على رأس بني هاشم رجل أحمق اسمه عبد العزة بن عبد المطلب فإن على رأس بني نوفل رجلا عاقلا اسمه المطعم ابن عدي والمطعم ابن عدي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن فيه غيرة لنسبه كما كان في أبي طالب صحيح المطعم في حياة أبي طالب كان في صف قريش ولما قريش عرضت على أبي طالب أن يسلمه من نبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ مكانه عمارة ابن الوليد المطعم قال لقد أنصفك قومك يسمع كلامهم لكن بعد موت أبي طالب ووصول الأحمق عبد العزة أبو لهب إلى سيادة بني هاشم الموقف يتغير بالتأكيد والمطعم يرى بحكم الخبرة وبحكم السن وبحكم الحكمة أن ما يقوم به عبد العزة خطير وأنه عار يلحق بني عبد مناف بمجموع قبائلهم وبالتالي بالتأكيد المطعم ساعته فكر أنه يتحول إلى أبو طالب جديد أنه إذا محمد فقد الحمام بني هاشم يجدوها من بني نوفل من بني أعمامه دي نقطة النقطة التانية افتكر كمان معايا الموقف الأديم اللي أكيد كان أمام عين المطعم ابن عدي في هذه اللحظة لما حصل الخلاف بين عبد المطلب ابن هاشم وعنده عشرين سنة جد النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمه نوفل جد المطعم ونوفل كان أكبر وأسن وبالتالي رأى أنه أحق بميراس أخي هاشم من عبد المطلب فسلب عبد المطلب الرفادة والثقاية وميراس أبيه كان عبد المطلب ساعته ابن عشرين سنة تقريبا فذهب إلى أخواله بني النجار من الخزرج من يسرب وحلفائهم خزاعة وجاءوا إليه فنصروه على نوفل في وقت كانت كل قبائل قريش وقف مع نوفل فالمطعم خايف من حكاية أن محمد يعيد تكرار ما فعله جد عبد المطلب المطعم يقرأ التاريخ جيدا ويومه كان شابا مدركا واعيا يقرأ التاريخ جيدا ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم المراضي راح يستنصر بأهل الطائف فلم ينصروه لو لم نفتح له بابا للعودة إلى قريش سيذهب إلى غيرهم وربما يذهب إلى بني النجار وربما تعيد الأيام نفسه ويعيد التاريخ نفسه ونجد محمدا يدخل علينا بيوتنا بجيش من خزاعة ومن بني النجار كما فعل عبد المطلب لا يريد أن يخطئ خطأ جده من قبل ومن ثم لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل المطعم ابن عدي يطلب أن يدخل في جواره كان المطعم عنده أكثر من دافع لقبول هذا الطلب الدافع الأول أن المطعم أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وأشفق عليه من حماقة أبي لهب أن المطعم رأى أن يسد مسد ابن عمه أبي طالب في حماية محمد أن المطعم لم ترضى نفسه أنه أبو جهل الذي هو من بني مخزوم ينال من محمد الذي هو من بني هاشم بن عبد المناف فحمية له والعصبية القبالية تحركت زائد أن المطعم كان مذاكر كويس درس التاريخ ولما قريش لفظت أو تآمرت على عبد المطلب بن هاشم كانت النتيجة أن عبد المطلب استنصر بأخواله عليهم وانتصر عليهم ولا يريد تكرار هذه التجربة مرة أخرى وبالتالي قبل المطعم جوار النبي صلى الله عليه وسلم وجمع بني نوفل وقال لهم إني قد أجرت محمدا فإلبسوا سلاحكم أو احملوا سيوفكم واتبعوني فخرجت بني نوفل في سيوفها وخرجوا إلى خارج مكة واستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم وادخلوه في حمايتهم إلى جو في الكعبة حيث يجلس الملأ من قريش ولما رأاهم أبو جهل مبعيد انتفض وقام طبعا المشهد ده مفاجئ تماما لأبو جهل والمطعم بن عادي ما كانش في الحسبان أبدا أنه يأتي يعني مجيرا لمحمد صلى الله عليه وسلم فقام أبو جهل وقال للمطعم يا أبا جبير أم مجيرا أم متابعا جاوبني السؤال الجواري المفصلي الأول علشان نعرف نتكلم تجايما محمد الآن أجرته وأدخلته في جوارك وأنت على دينك ولا دخلت في دينه وجئت تنصره علينا فقال بل مجيرا قال أجرنا من أجرت يا أبا جبير ده كويس خلص احنا موفقين ومن ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ولم يتمكن أبو جهل من الاعتداء عليه لكنه قام فقال يا بني عبد مناف ها نبيكم قد أتى يسخر ويستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له لهم لماذا لا تقومون وتستقبلوا نبيكم كما تستقبل الأنبياء لماذا لا تفعلون كما فعل المطعم بن عدي ثم قال لهم إذا كان نبيا لماذا لم تأتي معه كوكبة من الملائكة تنزلوا من السماء لتحميه أين حماية السماء للأنبياء وهنا قام عتبة ابن ربيعة وقال ويحك يا أبا الحكم وما يمنع أن يكون في بني عبد مناف نبي وملك يعني استكثرتها علينا فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعتبة أما أنت يا عتبة فوالله ما قلتها إلا حمية يعني لو قلت هذه الكلمة إيمانا لنفعتك لكنك للأسف قلتها حمية لبني عبد مناف حمية للقبيلة ولي الأجداد والأباء وأما أنت يا أبا جهل فوالله لا يأتي عليك إلا قليل لا يمر عليك إلا زمان قليل حتى تضحك قليلا وتبكي كثيرا قدنا وقت بكائك ستندم على ما تفعل وتندم على ما تقول وأما أنتم يا معشر قريش فوالله لا يأتي عليكم إلا قليل حتى تتبعوني وتدخلوا في أمري